منزل مفروض ان دي اعظم وظيفة تقوم بها المرأة ولكن دلوقتي بينظر للست دكتورة رحيبة اللي مش بتشتغل على اساس انها ما بتعملش حاجة ويجي يجي تقلعها كده من اللي حواليها انت قاعدة فاضية انت وراك اي حابت انت بتعملش حاجة وبعض ممكن الازواج مسلا يلقوا بسهام اللوم عليها ان هي برضو اما انت قاعدة في البيت انت ما بتشتكي ليه انت زعلانة ليه انت متقففة ليه منين جات فكرة ان الست اللي بتشتغل هي اللي بتعمل وان الست اللي قاعدة في البيت قاعدة فاضية وما بتعملش حاجة وانها ايه دوبك رب تمنزل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لو فكرة النهاردة عن المرأة فمش اي مرأة هي عن الملكة ولما نقول الملكة يعني تقريبا ده اعلى منصب ممكن اي واحدة تقدر تحصل عليه في الحياة الدنيا حقيقي يعني هي ملكة البيت مش بس ملكة ده هي الملكة ووزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد ووزيرة الصحة بتطبب ابنائها يعني تقريبا كل المناصب ووزيرة السياحة بتتخطط للطرفيه والفسح والوقت الجميل ازاي قدو الويك اند فحقيقي يعني مفهوم ربة المنزل زمان ايام الابيض والسود الست هانم الهانم حتى في تركيا ايف هانم رجمت رجمت ست البيت ايف هانم للتوقير والتقدير وفعلا قد ايه كان زمان حاسين ان ليها دور ليها دور ودور كبير مش قليل فكون ان الحياة تغيرت ورتم الحياة وطبعا ما تم بقى بثه من فكر غربي وما الى ذلك من ان انزلي الميدان العمل ولازم وفين دور المرأة والمرأة نصف المجتمع ومكين المرأة وتحرير المرأة وتحرير المرأة وقاصم امين وكل هذه الحيثيات غيرت كتير في مفاهيم الاجيال اللي بتتوالى ورا بعضها لحد دلوقتي ما بقيت تقولك لا انا مش متجوزة عشان اعود في البيت انا انا مش متعلمة وانا مش متعلمة وركن شهادتي والشهادة دي هركنها في الدرج ولا هعلقها على الحيطة انا لازم اشتغل ولازم كذا الاسمة وظيفة فضلنا لربنا سبحانه وتعالى بيها هي وظيفة الام الاموما انها تبقى ست بيت وانها تبقى ست البيت دي امي وجدتي وكل من ربت اديال ست البيت اللي هي ام الطبيبة واخت الطبيب والام والعمة والخالة اخت الرجال ومصنع الرجال بالفعل الزبط كل ست ازاي نستهين بربة المنزل طلعت شخصيات عظيمة وفعلا لما احنا بنوض نقول وراء كل رجل عظيمة امرأة عظيمة برضو في بعض الستات كده وانا كنت بينهم مبارح بقول امرأة اعظم منه لكن لنا دور ولينا بصمة كبيرة نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعنى ويقوين عليها نرجع